احنا بندشن المؤتمر الاول للحملة بهدف توحيد جميع الحملات والحركات الداعية لترشح الفريق اول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية بهدف ان احنا لا نشتت الشعب نخلي الناس ماشية في اتجاه واحد نقدر نجمع استمارات او نقدر نعمل الهدف بتاعنا ان احنا نوصل ل30 مليون استمارة ونسلمهم للفريق اول عبدالفتاح السيسي مع الاحتفال باعياد رأس السنة وساعتها هو يبقى صاحب القرار هل سيترشح ام سيعزف ولكن في الوقت ده عليه ان يخضع للارادة الشعبية وينتصر لارادة المصريين كما انتصر لها في 30 يونيو الخطوات احنا بعد المؤتمر النهاردة عندنا اجتماع مع حملات زي نريد ومؤيد وكمل جميلك على اساس ان احنا نتفق في توحيد كل ده تحت سقف واحد وتحت مظلة واحدة ونختزل بقى الاشخاص مش مشكلة مين بيعمل ايه المهم ان احنا نحقق الهدف اللي احنا عايزينه وهو ان احنا نوصل رغبة المصريين للفريق اول عبدالفتاح السيسي في انهم عايزينه وحبين انه هو يبقى رئيس مصر في هذه الظروف الحرجة وفي الفترة اللي بتتعرض لها مصر في حروب داخلية وخارجية خاصة في حربها ضد الارهاب في حالة رفض الفريق اول عبدالفتاح السيسي وده احتمال وارد برضو ساعتها هنشوف من بين المرشعين من هو الاصلح لقيادة مصر واناق شخصية وطنية تتناسب مع اهداف السورة المصرية وتقدر تحقق للمصريين احلامهم وتحقق اهداف السورة اللي راح فيها شهداء ودماء ماينفعش ان احنا ننساهم ابدا دعوات النزول هتبقى دعوات موحدة مجمعة للنزول في ميدان التحرير وجميع ميادين مصر على مستوى المحافظات للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر اللي بتحاول جماعة الاخوان واعوانها في الداخل والخارج افساد الفرحة المصريين برمز العزة ورمز الكرامة وفي نفس الوقت هيبقى تفويض وتوكيل للفريق عبدالفتاح السيسي ومنجدة ليه ان احنا عايزينك تترشح لرئاسة مصر